موسيقى موجزة تاسع أهلا بكم مع شروق شمس يوم السبت بدأ حجاج بيت الله الحرام في العودة إلى ميناء الرابع المشاعر المقدسة بعد المبيت في مزالفة والوقوف بيعرف الركن الأعظم من الحج وفي مشعر ميناء يؤدي ضيوف الرحمن شعيرة رمي جمرة العقبة ونحر الهدي ثم التحلل الأصغر على أن يتوجه بعد ذلك حجاج بيت الله إلى مكة لأداء طوافل فاضة أو تأخيره مع طوافل وداع أخر مناسك الحج إلى ذلك أدى نحو 150 ألف مصل صباح اليوم صلت عيد الأفحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى بتزامن مع ذلك ومنذ ساعات الصباح الباكر انتشرت قوة من الشرطة الاحتلال في محيط البلدة القديمة بالقدس وأوقفت عددا من الشبان على أبواب الأقصى فيما منعت بعضا منهم الدخول إلى المسجد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة الجمعة إلى السبت نسخة معدلة من مشروع الدستور الذي أحدث جدلا منذ نشره في الجريدة الرسمية وسيعرض المشروع على استفتاء شعبي عام في الخامس والعشرين جويليا الجاري وقال سعيد في مقطع فيديو نشرة الرئاسة التونسية قبل صدور هذا التعديل إنه وجب إضافة جملة من التوضيحات درءا لأي التباس ولأي تأويل دع رئيس مجلس السيادة الاتقالي في سودان عبدالفتاح البرهان جميع القوى السجاسية والمجتمعية ولجان المقاومة إلى أعمال صوت العقل والجلوس للحوار الوطني جاء ذلك خلال خطاب وجاهه البرهان إلى الشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى وأشر البرهان إلى أن التحديات والمخاطر التي تحيط بالسودان تستوجب تكاثف الجهود لاستكمال حلقات البناء الوطني لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في السودان استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإسانية إلى سوريا وكانت الوثيقة التي أعلنتها أو أعدتها أيرلندا والنرويج تنص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام وعرضته روسيا فيما امتنعت الصين عن التصويت يذكر أن الآلية أنفة الذكر كانت تقضي بنقل المساعدات الإسانية إلى سوريا دون التنسيق مع السلطات السورية والتي ستنتهي يوم العاشر جويليا الجوري اجتمع وزيراء الخارجية الأمريكية والصيني في لقاء نادر السبت في بالي الاندونسية في محاولة جديدة لمنع خروج التوتر الشديد من بين بلديما عن السيطرة وأعرب أنتوني بلينكين عن أمده في أن تكون المحادثات مع نظيره الصيني وانجي بناءة من جهته قال وانجي إن الصين والولايات المتحدة بلدان كبيران لذا من الضروري العمل معا لضمان أن تستمر هذه العلاقة في التقدم على المسار الصحيح ختاما ستكون التونسية أنس جابر على موعد جديد مع كتابة التاريخ بمناسبة نهائي بطولة ويمبلدان المفتوحة للتنس السبت عندما تواجه الكازاخية وتعتبر أنس جابر أول تونسية وعربية وإفريقية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الغد أين تسعى وزيرة السعادة كما تلقب في تونس لتحقيق إنجاز تاريخيا غير مسبوق ختم الموجز في أمان الله موسيقى